ويأتب رد فعل باهر المحمدي على تصريحاتك أنا ما عرفش أنا ما شفتش تصريحات هم الناس تكلمت بس هو ما ذكرش اسمهم يعني بس أنا رد ودي أنا طالما اسم إبراهيم سعيد ما تكتبش أنت ملك شعلق يتقالي إبراهيم سعيد بس بس الناس كتير كانت بتدفع عنك أيا كان بقى وهو يمكن شال بس الحمد لله هو يعني ده اللي وصل لي أنا مش متابع الكلام ده لإني يعني في الأول آخر يعني إحنا بنتابع شوه في الأول آخر بس أنا مش هرد على ولد أصغر مني وأخذ بالك وهو أخي صغير بالنسبالي فمش هنزل يعني اللي أنا تعبت فيه في حاجة أه إسمك وتاريخك يعني يعني مش هنزل حاجة وارد على حد في حاجة ممكن أرد على إسلام أرد مثلا على أسماء كبيرة وأخذ بالك حتى لما بيذكروا إسمي فبارد فتخيل بقى أنت عائل صغير لسه صغير ناشئ وأخذ بالك يعني لسه يدوبك لسه في بداية حياته فالتصريح الناس قالوا لي فطبعا الناس كثيرة جدا صحفين فجئت فالتوم يجدعان هو أهل إبراهيم سعيد قال لي لا فالتوم خلاص مش هرد يعني يتقال إبراهيم سعيد هرد بس هي هل أنت كنت منتحامل شوية على تقييمك للاعب زي باهل محمدي هو النجم في الإسماعيل هو منضم للمنتخب لعب دولي هو الأهلي بيفوضوا وعاوزوا الزمالج بيفوضوا وعاوزوا عنده عروض عربية فهل كل دولة أنا بس إن شاء الله يجي له ريال مدريد يبني وفقه أنا بتكلم كلعب وأداء فيه أفضل منه ده اللي أنا قلته يعني اللعبة اللي في الأهلي أفضل منه يعني سعد سمير أفضل منه علي ربيع علي ربيعة أفضل رامي ربيعة رامي ربيعة سوري رامي ربيعة أفضل منه علي جبر علي جبر في الزمالك محمود علاء الونش مستوى زاد عبغاني يعني كل دول أفضل منه أفضل منه بكتير كأداء ولعب وكورة وكخبرة أكتر أبس هو يعني مسمع فلادي جميل بص أنا بتكلم على رؤيتي اللي أنا شفتها اللي أنا شفته سواء مع الإسماعيلي سواء مع المنتخب عرفك أخد بالك أنا فوجيت عرفك أنه كان بالله في الزمالك عرفك والكلام ده لسه عارفه مؤخرة لا هو جيل والله أنا فعلا ما عرفش تقريبا اللي وصل لي حتى الناس اللي كلموني وقالولي أنه كان لعب تقريبا ميدو هو اللي جابه على معتاقد يعني وما لعبش ما شاركش يعني درجة حتى أنه فوجيت أنه بعد التصريحات فوجيت اللي وصله لي أو بعد الكلام وصل لي أنه كان ساعتها تقريبا في النهد الزمالك ومس الشام مرتضى تقريبا نواف فبقول أنا لعب في النهد اللي أنا ما عرفكش فمظف فأنا فوجيت يعني أنه كمان لأنه أنا والله في جد يعني يعني تعرف أخر كم سنة دي أنا ما كنتش متابع كويس فابتدت في الفترة الأخيرة يعني أتابع الأمور بشكل جيد ففوجيت أنه هو كان في الزمالك فأنا خيل أنه كان بيلعب في الزمالك وما كانش بيشارك في مباريات والدي بس هذه النقطة والظروف هو لما لعب لعب في المباريات مش ما تقيمش لعب يعني ما تقيمش لعب وإنتهب لكده ما ينفعش مش أي لعب يلعب أهلي وزمالك مش أي لعب فعلا يلعب أهلي وزمالك وأنا اتكلمت في الموضوع ده إن الموضوع صعب ممكن يبقى متقلق ويروح الأهلي والزمالك ما يظهرش لأن فيه أفضل منه كخبرات سعد سمير رمي ربيعة حتى في الزمالك في زي ما قلتك محمود علاء عفغاني الوينش خبراتهم بقيت أعلى اكتسبوا ثقة أعلى بقوا أعلى منه فالأهلي ولا الأهلي ولا زماكشان برضو الناس مفكرش إن للي فجئة بعض الجمهور بتتكلم إن الموضوع عشان خاطر راح أهلي يا جماعة والله العظيم ما قلت أهلي وزمالك ومنتخب يعني فيه لعيبة أفضل منه يشاركوا في التلات أندين تتكلم في تقييم تقييم مش أعلى يعني مش مش أعلى من الناس دي اللي موجود في الأهلي والزمالك أعلى منه بس هيا دي القصر على فكرة برضو كويس أنت كنتم في نقطة دي على فكرة محمود علاء عشان برضو الناس يعني لو تتابع حتى أنا على تويتر قبل مظهر إعلاميا محمود علاء أكتر واحد هو والوينش أنا أطعته تمام ساعة نسمير في أوقات كتيرة جدا بس أنا كنت عارف ساعة نسمير يعني معذور شغال إني كان بيرجع من إصابات هو ورم ربيع فكان ليهم عندهم إيه حتة يعني إيه واخد بالك إن أنا إيه النقد بتاعي ما كان شديد لإني عارف إن كان بيرجعهم من إصابة فأنا بقى أقدر الحتة دي أكتر اتنين أنا كنت بقى أقطع فيهم عشان خاطر الأداء بتاعهم محمود علاء وللدرجة إنه هو زعل وقابلت محمود علاء قبل كده والوينش وكانوا زعل يعني جموا بتعاملوا كويس طولهم أنا بتعامل باللي بشوفه إيه بقى كويس أول واحد هيسندك أنا فعلا لما مش كويس كلمت عنهم كويس محمود علاء والوينش وعبغاني نفس القصة ساعد سمير لما بيتقال لك بتكلم عليه يعني تقلي إن إبراهيم سعيد يعني اللي يخليه يقول إن هو أحسن من باندايك يقول إن إبراهيم سعيد أو البعض قال إن إبراهيم سعيد مش عايز حدي يبقى أحسن منه دي ما أنا قلت يا واقل جمعة أحسن مني وفي ناس كتير أحسن مني ما أتكلمش أنا أتكلم عن جيد ده أنا عمري ما أتكلمت واللي بيفكر في حاجة زي كده أولا الحمد لله أنا عمري ما أتكلمت عن نفسي ولا عمري سوقت نفسي إبراهيم ده أنت قلت إن أنت أفضل من باندايك بالمشكلة بس أنا أتكلم إن أنا عمري يعني في الفترة أنت ما سألتني سؤال تلك أنا أفضل منه في حتة معينة ودي حقيقة تمام يعني أنا عفكرة وبيقابدني ناس كتيرة جدا بعض الجيل اللي هو الصغير اللي هو ما تابعنيش كانت لسه الكلام ده مبارح تقريبا أو بقى أشاب كده يقول إنت أحسن من فاندايك طلق فأتوا أنت عندك كم سنة فتقريبا عنده 21 سنة 22 سنة فقال لي بص بص بصراحة أنا بحبك وتبعتك أنا يعني ما تبعتكش من الجيل بتاعك يعني اللي أنا لحيتك بس ما تفرجت عليك لأ أنت حاجة جمدة جدا بس مش أحسن من فاندايك وطلق طب بص أنا مش هتكلم شوف المباراة بتاعتي أو شوف الحاجات واسأل برين سعيد كم بيلعب في كم مركز وكم هدف أنا حطه سواء مع الأهلي أو مع الزمالك أو مع المنتخت فوطلق حتى لدرجة في النار توتاب هو فاندايك حتى كم جول كم جول فاندايك بتعلم لا الأعداد هي حيق عايزة عرف أنا عرفك حادث بعتبر 45 شوفنا بس فاندايك سجل كم جول أنا بالزبط 45 هدف مع الأندية وتقريبا 5 مع المنتخت